بلعني العرب كانت لحظة فارقة آنذاك في تاريخ الوجدان العربي فجرتها تونس عندما استطاع البوعزيزي أن يحرق نفسه أمام الكاميرات تعبيرا عن الظلم والتهميش ليفتح الباب واسعا لآمال الشباب في التغيير مرورا بالجارة مصر وصولا إلى سوريا فليبيا واليمن والعراق ثمان سنوات مرت على هروب بن علي ولكن ماذا تغير في المشهد التونسي؟ النظام السياسي الجديد شبه البرلماني عمق من درجة الخلافات والتنافس بين الأحزاب ومؤسسات الدولة وقاد سريعا إلى تضارب خطير بين رأسي السلطة التنفيذية الذي بدأ في صراع الباجي السبسي ويوسف الشاهد هذا الأخير الذي شكل أزمة بين النهضة والنداء وتخليا لأول مرة عن المنطقة الوسط للصراع وجها لوجه بينما تحول الشاهد إلى لاعب سياسي مهم ودخل في صراع حاد مع حافظ السبسي نجل رئيس الدولة هذه الأزمة أبرزت حجم المشكلة السياسية في تونس التي تتجه لمخاوف التوريذ وما سبقها بوصول السبسي نفسه الذي شكل جدلا كبيرا بين روح التغيير التي طالبت بها الثورة وبين واقع يكون أشبه بثورة مضادة دعمتها سياسة الاغتيالات السياسية لكن الأخطر في تونس أن هذا الوضع أسفر عن تعطل العمل الاقتصادي والاجتماعي محرك الثورة الأساسي بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور في خطوة قد تفاقم التوتر في تونس وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي ما يهدد بثورة جياع جديدة بدأت ملامحها تظهر أكثر فأكثر عبر التظاهرات وحركة السطرات الحمر التي دعا أصحابها إلى التظاهر ضد الحكومة والأحزاب المكونة لها وفي المحصلة يختلف تقييم التجربة التونسية بين مؤمن بفكرة الديمقراطية في العالم العربي ينظر إلى نصف الكأس المليء ويعتقد في إمكانية صمودها وتحقيق الديمقراطية وبين مدافع عن الاستبداد يأمل سقوط كل التجارب أو متشائم لا يرى إلا الإخفاقات ترجمة نانسي قنقر